بص يعني عشان ما يكونش ببالغ هو مش كل الشخصيات اللي بتعملها بتفرض عليك الطريقة دي في الشغل بس أوقات فيه شخصيات فعلا بتفرض عليك يعني محتاجة نوع من التركيز ومحتاجة من نوع من التقمص معاها ومحتاجة من نوع من التمرد على الجاهز يعني الممثل عنده جاهز أوقات يعني فيه عنده أول درج كده دايما فأنت محتاجة تتمرد على العادات التمثيلية اللي عندك وتكسرها فأنت بتكون فيه شخصية محتاجة منك جديد ماينفعش تروح للسهل فيه شخصيات ما تستحملش كده لأنه لو روحت في المنطقة دي مش مستحملة أصلا هي مش عايزة أصلا هي الشخصية مش عايزة تعمق فهيكون مجهود ملوش معنى بس فيه شخصيات محتاجة ده فطبعا دي طريقة بطريقة بحث وطريقة تمثيل وطريقة تقمص وكده بس طبعا هي مشكلتها أنه أنت بعد ما تخلص بتفضل سايبة شدو ظل كده عليك بتفضل فيه فيه حاجة موجودة أنه اللي يعرفك كويس يعرف أنه ده مش إياد هو إياد بس مش إياد تماما بس شوية شوية بتخلص منها بأوقات ممكن تضطر تروح لمعالج يعني ممكن تروح لثيرابست يعني أوقات بتحتاج ده بس أوقات محتاج أنت نعمل استرخاء نعمل موديتيشن وممكن مشروع تاني يرجع يكسر ده يطلعك من ده أنا قادر أقول لك الشخصيات اللي اشتغلتها بالمثل أكتنج بشكل كامل يعني حسن البنة سيد العجاتي طارق رمضان في أفراح الأوبة ده سيد العجاتي في موجة حرة وأكرم في هذا المساء وكان في سلة رحم وكان في الباب الأخضر في المسلسة النهاية ما كانش مثد الاختيار الاختيار شخصية محمد مبروك مثد بس هي مش دايما الشخصيات بتترك يعني حسب تركيبت الشخصية نفسيا ممكن تترك أثر سلبي وممكن الشخصية ما تعملش عندك حاجة سلبية فتكون خروجك منها بسيط مش صعب أنا بدور على الشخصية فعلا يعني يكون فيها شغل عشان المشاهد بيعرف المماثل المخلص يعني لما تكون أنت مخلص في شغلك ومدي فعلا من دمك ومدي وقتك ومخلص لآخر درجة بغض النظر عن نجاح المسلسل يعني أو عدم نجاحه بس المشاهد بيفهم أنه المماثل ده مخلص في شغله فيبقى هو محترمني يعني فدايما أنا بحب أنه الجزء ده يعني إخلاصي في شغلي يظهر على الشاشة فمش دايما بيظهر في الشخصيات البسيطة بس بيظهر في الشخصيات اللي محتاجة مجهود ومحتاجة أنك أنت تبذل مجهود فيها وشخصيات صعبة فعشان كده بفضل ده لأنه أنا من حق المشاهد أنه أقول له لا أنا مش ما بدخلش اللوكيشن وأقول لا أنا هنصور إيه النهاردة لا أنا بتعب أنا بقعد أنا بقضي ساعات بعيدة عن أولادي بقرأ وبذاكر وبشوف وبحلل أحب قبل التصوير وبجهز بطريقتي باخد شهر أو أكتر في حالة وأنا بجهز قبل التصوير لأنه أنت كمشاهد أنت من حقك علي أنك تشوفني مخلص ليك مش 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 جاية مشيك بأدحك عليك بحاجة أنا لا أنا مخلص فالإخلاص ده بيوصل للناس وبيتحس أنا دايما بقول مفيش ممثل خارج رؤية مخرج يعني هو لازم يكون الممثل جوة رؤية المخرج بس برضو بمساحة الممثل يعني الممثل مش ماريونيت يعني الممثل هو الأداء الإنسانية اللي بتظهر قدام الكاميرا وفهم الشخصية وتحولها لمادة إنسانية من ورقة لمادة إنسانية دي مهمة الممثل بس ولا يستطيع أحد إنه يتحكم فيها يا هي موجودة يا مش موجودة يعني الممخرج مستحيل يطلعها من حد مش موجودة عنده لو قادر أنك تطلعها بيجي المخرج بيلم الطاعة دي بيلمها وبيحركها في اتجاهها الصحيح وده المهم ودي علاقة الممثل بالمخرج بيلمه ضمن مفاهيم أقل أهدى اتحرك يعني دي الحركة العلاقة فكل ما كانت العلاقة بين الممثل المخرج حقيقية بيكون ممثل بأقصى طاقته والمخرج عارف يستثمر الطاقة دي زي إيه يعني اللي هو في مخرج بيعرف يسوق فراري أنت جايلك موهس الفراري بس هو يقوم متعامل معها على أنها أي نوعية تانية فدي المشكلة يشرفني طبعا أكيد يعني إحنا في مرحلة نقاها دلوقتي فلو طرح مشروع ونرجع نكمل فيه أنا بحب الشراكة من النوع ده يعني بحب أكمل في النجاح مع شخص ننجح فننجح تاني وتالت لا ما عنديش مشكلة في ده خالص لغاية دلوقتي الموضوع قائم أنه أكون في أولاد رزق ثلاثة وإن شاء الله يعني خلال أيام هيتحسم الموضوع بإذن الله